سلام عليكم مشاهدينا الكرام، معكم وصفات P Saint Ome Salma اليوم سنشارك او shaga пишem 좋아요 الخميرة البلدية اللي هي طريقة سهلة ولكن عندها فوائد كثيرة خاصكم تعرفوا بان الخميرة البلدية خاص تكون ضروري في الضرب يعني ما تستغنوش لها هي عندها طرق كثيرة ولكن انا نعطيكم طريقة ديالي آآ طريقة زوينة وسهلة وخاصكم تعرفوا بان الخميرة البلدية عند اوحد فوائد كثيرة آآ من ها كتساعد المشاكل ديال القولون وغني بعنصر الحديد يعني كتعالج فقر الدم وقد تحتوي على نسبة عالية من الفيطامينات والاملاح المعدينية يعني خاصكم اتبحتوا وتعرفوا بان الفوائد اللي اعطيتكم كليلة ولكن عندها فوائد كثيرة كثيرة كثير من ادشي اللي قلت لكم وده بندزل المقادير وطريقة تحضير ديالها بنسبة طريقة ديالي مشاهدين الكرام انا كندير في الخميرة البلدية البن يعني كنصوبة بن البن كله وطريقة دياله غادي نحتاج هنا يا كمية ديال البن عندي البن حامض خرجه من تلاجه تقريبنا 24 ساعة وبرة للتلاجه تحمد وعندي كمية ديال الدقيق الكامل يعني الدقيق بالنخالة دياله دقيق القمح لكي تغسل وكي تنقى وكي تطهن في المطحنة ديال برة صافي هو هذا الطحين الكامل بالنخالة دياله صافي هذا من مكونات اللي كنحتاج بالنسبة ضروري ديرهم في ايناء ديال الزاج او لاشي ايناء دياله الطين يعني الخميرة البلدية ما كتبغيش اليناء دياله ديال بلاستيك صافي غادي ناخد البن حامض كما قلت لكم عن خويف الكمية عن خويف الدقيق الكامل عند تقريب هنا يجوش كيسان صغر حطيتهم تحماضه صافي عن خلطهم ولكن مش هنخلط بهم كامل يعني ضروري عنزد واحدة كمية ديال الماء صافي عنخلط البن مع الدقيق الكامل وانزد لي واحد تقريب ان واحد الكاس ديال الماء حسي يتخلط غير ما يكونش دك خارج جاري باش ميبقاش لكم غير ما تيلعب الفوق يكون عاقد يعني بحل تقريبا بحل الجنى ديال البغرير يعني الخميرة تتخلط بحل تكون تقريبا بحل الجنى ديال البغرير تكون عاقدة صافي غادي نخلط غير المكونات كما قلت لكم انا كندراب البن يعني كله وطريقة دياله كلي كيدرها بالفول او اللب ماطيشة يعني ديال المواد كاملة مزيانة باش ما بغيتوا تخلطوا تخلطوا ولكن انا كنخلط دائما باللبن كتكون في واحد البنة ديال الحموضة كتجيزوينة في الخبز خصة اللي عجلتوا غير بيها بوحدها ضروري ما غادي ندلكم واحد الفيديو ان شاء الله تابع لها الفيديو ديال ديال الخميرة البلدية مصوب غير بالخميرة البلدية بوحدها بلا خميرة يعني كيماوية وغادي تشوفوا تلخوب زياله كي يجي كي يجي كي يجي زوين بزاف وفي ديال بنا ديال الحموضة كيفكرنا بأيام زمان صافي مشاهدين بعد ما خلطوا كمشتوا دول قوان زياله ما يكونش المات يلعب الفوق صافي دبا غادي نسد عليها القرعة نخليها تقريبا واحد اربعة عشرين ساعة وعي تكون وجدة باش نعجين بيها صافي هكا كي تكون باش ما كيما قلت لكم ما تكتروا شلمة صافي دول القاوام ديالها عن سدها ومني مني تلقوا بأنه ناموس تجمع ليها وعطات واحد الريحة ديال الحموضة بأنها خميرة ناجحة مية في المية صافي غادي نحط في شي مكان يعني احدى دقيق ولا في شي بلاسة صافي وتكون وجدة بعض الناس كي يحتفظوا فيهم وسط الدقيق يعني الدقيق اللي كتع جنو به تحطوا تحطوا ديك الإناء دياله وسط الدقيق يعني تيبقى ديك الدقيق يبقى محافظ عليها صافي كيف مشتمو شاهدين الكرام بعد ما زيت 24 ساعة هذا هو القاوام دياله الخميرة البلدية كمشتورة درست دوك الفقاعات يعني رواج دادة باش ناجن بيها ودروري كنأكد بأن الخميرة البلدية ديروها في إناء ديال الزاج ولا ديال الطين لحسب اللي عندكم غير ما تدراش في إناء ديال البلاستيك وقنصح كومت الجنوب بها بوحدها يعني بلا ما تديروا الخميرة أخرى وكمشوا دك كي بقى دوك الجواني بها دك إلا عجنتوا بها وخطخوا كاملها ديروا فيها دقيق وزيدوا لها الماء وصافي ديما عز بقى تتربى لكم داك خميرة البلدية غير بداك داك الجواني بلاسقين ان يبقوا في الإناء وهذه الخميرة البلدية وخاصكم اتبحتوا على الفوائد ديالك ما قد لقوا في اول فيديو عندها فوائد كثيرة وراء العجنتوا بها غير بوحدها رد تصدق لكم العجينة كان بعض الناس يقولوا لا ما غدش تخمرنا العجينة غريك تاخد الوقت في الاختمال يعني خاصة من ساعتين ثلاثة تسويع أتختمر لكم العجينة ونتمنى الفيديو اليوم من الإعجاب ديالكم وتجربوا الخميرة البلدية وما تنسوش تتشاركوا معي في القناة ديالي وتضغطوا على زر الجرش بس توصلوا بجديد الحلقات ولا اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله موسيقى